بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي مشاهدي قناة نادي الأهلي في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من بنامجكم البيت الكبير بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس حبدأ الحلقة النهاردة بخبر هام جدا يخص النادي الأهلي صندوق تحيا مصر يكشف الحقائق ويرد على الأكاذيب والافتراءات ويؤكد على نزاهة النادي الأهلي ومجلس إدارته ردا على الأكاذيب والافتراءات التي ترددت في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أعلن محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر مساء اليوم أنه وفقا للبروتوكول الذي تم توقيعه بين صندوق تحيا مصر والنادي الأهلي بتاريخ عشر تلاتة الفين اتنين وعشرين الفين واحد وعشرين فقد تسلم صندوق تحيا مصر كافة المبالغ المالية والهدايا العينية بين قوسين السعاد التي كان المستشار تركي آل الشيخ قد تبرع بها للنادي الأهلي من قبل وقال أن النادي الأهلي قد أعلن في بداية الأمر بتاريخ اتنين ستة الفين وعشرين أنه قرر إعادة جميع هدايا السيد تركي آل الشيخ المالية والعينية إليه أو توجهها إلى الجهة التي يرغب فيها وطلب المستشار تركي آل الشيخ توجيه هذه الهدايا إلى صندوق تحيا مصر وقام النادي الأهلي بتنفيذ رغبة المتبرع من خلال البروتوكول المشار إليه وتسليم صندوق تحيا مصر كل المبالغ المالية والهدايا العينية بن قسين الساعات وتم إغلاق هذا الملف منذ فترة طويلة وكانت الجهات الرقابية في الدولة وفي مقدمتها نيابة الأموال العامة قد برأت ساحة النادي الأهلي ومجلس إدارته وأكدت على سلامة الموقف القانوني للنادي ومسؤولي في القضية التي تم نظرها بخصوص هذه التبرعات وانتهى التصرف في هذه القضية بتاريخ تلاتة وعشرين تلاتة ألفين وعشرين إلى حفظ الدعوة واستبعاد شبهة جرائم الاعتداء على المال العام كل زهر الحق وظهق الباطل إن الباطل كان زهق رجع الساعات بقى بس هتقول على مين يرجع الساعات ها؟ هتعمل ايه بقى الفترة اللي جاية؟ لكل من كان يردد هذه الكلمات ولكل من كان يتكلم على مجلس إدارة النادي الأهلي بغير حق رجعوا التواريخ اللي أنا قلتها دي كويس وراجعوا الكلام اللي بيتقال ده على شاشة قناة النادي الأهلي لأنه هتطلع تقول أي كلمة أي حد هيطلع يقول أي كلمة تخص مجلس إدارة النادي الأهلي أو رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أو أحد أعضاؤه هتبقى عندك مشكلة كبيرة جد وكلام اللي أنا بقوله ده كلام مهم جداً وظهر أمام ملايين المصريين دلوقتي من خلال شاشة قناة النادي هتطلع تقول أي تاني الفترة اللي جاية؟ ها؟ هنستنى برضو ونسمع لكن أنا بشكر جداً 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 مجلس إدارة النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب العامري بي فاروق الأستاذ خالد مرتاجي كل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي اللي موجودين واحد واحد أستاذ طارق أندير الدكتور محمد شوقي الأستاذ محمد الدماطي الأستاذ محمد الجرحي الأستاذ محمد الغزاوي الأستاذ مية عاطف الأستاذ محمد سراج الدين كابتن حسام غالي كل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي من أول رئيس النادي وحتى أصغر عضو موجود في مجلس الإدارة أنا بشكرهم لأن إحنا الدكتور مهند مجدي طبعا أنا بشكرهم جدا على ما تحملوه أنا بشكر كابتن محمود الخطيب شخصيا كابتن محمود الخطيب وأسرته اللي تعرضوا لحاجات لم يتعرض لها أحد خلال الفترة السابقة كلام كتير جدا جدا اتقال أتمنى لما ترجعوا حضراتكم للتواريخ هتلاقوا فرق كبير جدا في الكلام التدليس والتزوير واضح جدا في الكلام اللي بيتقال على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الإعلام من بعض الإعلاميين أو من بعض الناس اللي بتطلع في الإعلام أنا برضو بشكر الأستاذ أحمد موسى النهاردة على المداخلة المحترمة اللي عملها مع الأستاذ محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر وهو دور الإعلام الحقيقي في هذا الأمر حنسمع إيه بقى الفترة اللي جاية قولوا لنا حنسمع إيه تاني ها حنقول إيه تاني خلال الفترة اللي جاية عادتا نتقول رجع الساعات يا أهلي وأغاني مش عارف إيه وحاجات لا تحدث إلا كلنا كنا قاعدين سكتين انتظارا لهذا الأمر ولما كان بيت قال أن الصمت هو لغة العظماء والعظيم هو النادي الأهلي كنا لما بنقول هذا الكلام ناس بتطلع تهاجمنا احنا تحديدا كمان في القناة الأهلي ولكن احنا بنتعلم من مجلس إدارتنا وبناخد كلامنا وكلامنا من مجلس إدارتنا بالمناسبة يعني وشكرا طبعا لجمهور النادي الأهلي اللي عمره ما سدق على النادي الأهلي حاجة ولا على مجلس إدارته ولا على إعلامه وطول عمر جمهور النادي الأهلي في ظهر مجلس إدارته وفي ظهر كيانه في ظهر اسم النادي الأهلي أنا ليه بأتكلم بالحرقة دي؟ لأنه خلال الفترة اللي فاتت تعرض النادي الأهلي ورئيس مجلس إدارته وكل أعضاء الجمعية وكل أعضاء مجلس إدارته خلال الفترة السابقة لحملات تشويه ممنهجة أنا نفسي بقى أفهم نفسي الناس اللي كانت بتتكلم وبتشوه بهذا المنظر تطلع تعتذر تطلع تعتذر لكابتن محمود الخطيب تطلع تعتذر لكل من ينتمي للنادي الأهلي لأن اللي بيحصل ده أو اللي كان بيحصل خلال الفترة اللي فاتت الحمد لله والشكر لله نحن بننتمي لهذا النادي الكبير ونحن الحمد لله الحمد لله ثقتنا في النادي الأهلي وفي مجلس إدارة النادي الأهلي لم تهتز أبدا كنا بنسمع الكلام ده أنا وغيري وغيري بنسمع الكلام ده في الشارع وإحنا عارفين لكل حاجة لكن مش قادرين نتكلم ومش قادرين نقول لأنه كنا بنبص على الحاجات التانية دي وعودات حك والله العظيم تلاتة عودات حك رجع السعار مش عارف إيه الفلوس اللي عليكم الفلوس اللي مش عارف إيه الكلام اللي بيقضي تقال دا لحضراتكم سماعينه دلوقتي بنقعد نضحك عالكلام ده وساعتها كنا بنقعد نضحك عالكلام ده ولكن حضراتكم شفتوا الصبر شفتوا الهدوء شفتوا كيف ترد القنوات الشرعية على اسم نادي كبير اتعرض لكلام يعني لا يصح ان انا اقوله على الهواء مباشرة خلال سنتين اللي فاتوا تحديدا كبير كبير ودايما الاهلي يظل دائما فوق الجميع شكرا جزيلا لمجلس قدارة النادي الاهلي شكرا جزيلا قبل ما اتكلم او قبل ما اشكر مجلس قدارة النادي الاهلي شكرا جزيلا لجمهور النادي الاهلي على الوقفة المحترمة خلال الفترة اللي فاتت شكرا للاعلام الهادف في قناة النادي الاهلي وفي اعلام النادي الاهلي خلال الفترة السابقة لأنه الحمد لله كان هناك اتفاقات بتحصل ما بيننا وما بين النادي في أمور كثيرة جدا الحمد لله الحمد لله تم تتوجها بهذا الأمر وبشكر أستاذ أحمد موسى الحقيقة هذا الإعلام الجميل والرائع الحقيقة هذا هو هدف الإعلام هذا هو هدف الإعلام أن الحقيقة تبان لكل المصريين من خلال الإعلام الهادف إعلام المحترم مش لمجرد أن أجيب قناة الأهل وعد أو أي قناة يعني وعد أطلع فيها وعد أشتن في ده واشتن 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 في ده أشتن في الناس كلها الحمد لله والشكر لله النهاردة أمور كتير جدا جدا وضحت وأصبحت واضحة وقانونية بشكل كبير فبالتالي الأمور القادمة إن شاء الله مش عايز حد بقى يتكلم في هذا الأمر أنا بتكلم جمهور الأهل يعني مليش دعوة بالناس اللي هتطلع تولول وتقعد تتكلم وتقعد تعمل الكلام واش عارف ايه وهاه واللي بيحصل والكلام اللي حضراتكم عارفينه ده اللي يقول يقول وفي النهاية اللي يقول يقول الأهل ايه حلها بالأصول فشكرا جزيلا لجمهور النادي الأهلي وشكرا جزيلا لكابتن محمود الخطيب والمجلس إدارته على هذا الصبر ودائما يظل الصبر هو والصمت هو لغة العظماء والنادي الأهلي كبير وعظيم ويظل دائما النادي الأهلي فوق الجميع